الحاجات اللطيفة يعني يقول لك كريم يا كريم محمد صلاح ما بيحبناش دليلك ايه يعني جيبتوا منين ده هاتلي كده السورة بتاعت التويت اللي نزلها محمد صراحة تاني عشان ناس كتيرة ما خدتش بالها من اللي جاي ده ملحوظة مهمة جدا اشتعف برضو العقلية بتاعت لعب علامي يعني ان كل حاجة وليها هدف هاتلي السورة بتاعت التويت عدت عليكم السورة دي وطبع الناس كتيرة بتقول هو السورة دي اللي بنزلها ليه ما نزل سورة بوشه ليه وكاتب التويت تحت كده وشمعنا السورة دي يعني ما السورة دي ليها رسالة الراجل ده لما كتفه تخلع تخلع في نهاية دورة ابطال اوروبا في 2018 امام ريال مدريد مشهد سرجو راموس الشهير جدا والراجل ملحاش اول مباراة في كاس العالم وكان مضطر انه يلعب مع منتخم مصر بعد ما خسرنا المباراة الاولى مضطر يلعب مع منتخم مصر المباراة التانية والتالتة بيلعب وهو لسه مصاب في مباراة روسيا ومش قادر ينزل على دراعه اللي كان مخلوع اللي بعد البطولة فدل يتعالج منه تاني عشان يساعد منتخم مصر لهو هنا هو بقى اصابة هي رسمي عزمي نظمي لهو قال انا بعتذر لمنتخم مصر مششارك معاكم علشي في البطولة ولا ليفربول يا جماعة ضغط وكان اقوى من اتحاد الكورة وقال لهم لا محمد صلاح مستحيل يلعب وقال لعب هو مصاب مش قادر ينزل لو سند بيده التاني عشان مش قادر ينزل على ايده اللي مفهود ينزل عليه كماعة ده ظلم ببساطة والله ظلم اللي بيحصل له ظلم ظلم للمنطق يعني اللي هو فين التأصير اذا كان المنتخب جهاز فني راضي الناس الدكتور بتاع المنتخب راضي رئيس البعثة راضي المشرف على المنتخب راضي لعيب منتخب مصر راضيين ان محمد صلاح يسايف اللي فربول ويتعالج عشان يلحق يلعب مع منتخب مصر احنا بقى عاملين ازمة ليه انت عارف امت تتضايق لو حتى جات لك تسريبة واحدة انا كان نفسي يجيلي تسريبة واحدة عشان اريحك تسريبة واحدة في المنتخب هناك في كودفور ان الصلاح بعهم